فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة من خارج هذه البلاد تسأل فتقول إنها قد تزوجت واكتشفت بعد زواجها أن زوجها فاسق ولا يصلي إلا الجمع أحيانا أن زوجها فاسق ولا يصلي إلا الجمع أحيانا ويشرب الخمر تقول ما نصيحتكم لي علما بأن لي ولدا منه هل لازم تقدم للقاوي إنما تعرض العقود هل لازم تقدم للقاوي وتقيم عليه دعوة فإذا ثبت ما تقول فالقاوي يفرق بينهما نعم إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة